عندك هلأ هلأ بلشنا بعد المعظمين بلشت الاغتحام الرسمي الادارية وبلشت المواجهات اشتد وبلشت الأمور تلوس من دين جيش الحر يعني خلص الحالي القوات اللي كان جايبا النظام نحنا كما نعلم يعني عن الأعداد انه عشر تلاف القوات فعليا عشرة آلاف عسكري عشرة آلاف عسكري بسلاحهم بعتادهم بدباباتهم الكاملة قلت لك سلاح تتنين وثمانين انت متخيل تطالع هذيك الفترة طبعا انا قلت الخبراء العسكريين وقت حكوا هذا السلاح كان موجود يعني انت متخيل هذيك الفترة تتنين وسبعين وعليها هاي المقعبات تي انت ما فيه اي امكاني للردع انا بتذكر وقت قائد عسكري اجعل ما شفاء ما فيه امكاني للردع نهائيا ما فيه امكاني شفدك وهون يعني انت رابع يوم العيد وخامس يوم بلش قصف حيوانه يعني فعليا القصف اللي شهدته الدارية وقتها هو الأعنف وليش الأعنف؟ لانه انت عم تبين مدى الخسائر بهذا القصف بالحصار صار قصف أعنف بكتير ولكن ما عندك مدنيين كتير يروح كتير شهداء بالمجزرة فعليا انت كل هاوين عم تنزل عم يروح فيها اقل شي جريحين او ثلاثي اقل شي عم يتدمر بيت اقل شي عم ينحرق سيارة المناظر والله يوم الايامة يوم الايامة يوم الايامة انا كنت شاهد على يوم القيامة باحد حلوله السيئة يعني النظام استهدأ انا عم بحكي لك عم نشف الميداني هون بحكي لك شلون وقت تتزمر سيارة في جرحة يسقط قلبناه انا الى الان بتذكر فدت على صف فاضي وقعدت ابكي عتبكي ما انت عاجز عاجز عن اي حركة عاجز عن اي فعل تجاه اي مصاب فوالله انا عديت جاي عشر مصابين بسيارة وحدي ملحشين ونلحش هيك فوق بعض عشرة ومن عائلة وحدي ومعرفنا مين الشهيد ومين الجريح